في معملها الصغير هذا ببيت عائلتها في مخيم عقبة جبر تنهمك الشابة فاطمة اللوزي في صناعة هذه التحفة الفنية من الفسيفساء بلشت بالرسم بالرصاص وبالألوان كنت أعمل لوحات بالألوان كمان بعدها بلشت أميل أكثر الأشغالية دوية كنت أبلش بفن الورق والكرتون والشغلات البسيطة جدا بس بعدها تقويت في باقي الشغلات صرت أعمل فن الفسيفساء الحفرة على الخشب، الناحة على الخشب، الحرق كمان بالخشب وبشتغل كمان بفن الريزون، وبلشت جديد بفن الجسمونايت واشتغلت فترة بالرسم على الزجاج تأثرت فاطمة بوالدها الذي أتقن الحرف اليدوية داخل سجون الاحتلال باعتبارها متنفسا له كباقي الأسرة فتجاوزت ظروفها القاسية وطورت من نفسها أكاديميا لتحول محنتها إلى منحة حببني في موهبتي وهواية أني تورثتها من والدي كان زمان يرسم على كماش ويعمل أشغال يدوية للأسرة في السجون الاحتلال وكانت هواية يعني كثير مميزة عندها وبرضا أبوي من هواياته العزف على العود برضا أحب أتعلمها لقدام إن شاء الله فهيني بتقوف المادة هو دايما المشجعين الأول إليه وبحب أكثر أعمالي بميل الأعمال اليدوية بتخص فلسطين وبتمثل فلسطين وزارة الثقافة دعمت فاطمة كما تفعل في دعم الشباب وتمكينهم أكاديميا واقتصاديا ليصبحوا منتجين قادرين على تطوير وتنمية المجتمع الفلسطيني هاي لتصالة وزارة الثقافة دعم الموهبين الشباب سواء من خلال المشاركة في المسابقات، معارض، دورات، تسليط الضوء الإعلام شكرا للإعلام، الإعلام من أهم الوسائل التي تعمل انتشار لهم قبل المعارض يعني هذا الريبورتاج هو دعمها، أنتم ما شفتم بارح لما قلت لها تلفزان فصلي كانت راح يطير من الفرحة، بشكركم أنكم دخلتوا الفرحة لقلبها لأنه هي حاست أنه في حدا مهتم وشاعر في قيمة الموهبتها وقيمة الأشياء اللي بتعملها بموهبتها هذه استطاعت فاطمة التي لم تتجاوز العقدين إنشاء مشروعها لصناعة التحف الفنية لتصبح منتجاتها مصدر دخلا تعتاش منه كانت رغبتها بالنجاح أكبر من خوفها من الفشل فصنعت قصة نجاح ملهمة وتجربة رائدة روتها فاطمة بكل روح إيجابية لعلها تكون دافعا لكل من شاهدها من أريحة إلهام هدايب تلفزيون فلسطين